كلوي هي أحدث عمدة معلم من شباب باريس قررت كلوي الدكتاتور منع الضعسوق والقط الأسود من دخول المدينة هناك من يدعمها وهناك من يردعها أعطاها مرارك قوة الميراكلوس ليوم واحد وجن جنونها إذا كنت تريد أن تعرف أكثر شاهد تحليل حلقة الثورة كامل لكن قبل أن نبدأ لا تنسى الصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام وإذا كنت تريد معرفة المزيد تابع الفيديو للآخر لأنني صديقك وأنت تشاهد تبدأ العلاقة مع كلوي في لقاء صحفي مع ناديا شمك وتخبرها ليلة من السماعة ما تقوله وتبدأ في تسويس سمعة الضعسوق والقط الأسود وتقول أنها ستجعل روبوتات تنفس كل قوانينها في جميع أنحاء باريس ويرى هذا اللقاء الضعسوق والقط الأسود ويريد القط الأسود الذهاب إليها ومحاربتها لكن الضعسوق تخبره أنها ليست مصابة بالأكومة ولا يمكنهما محاربتها بقوة خارقة وإلا سوف يؤكد كلام كلوي عنهما وأنهما شريران وعندما تعود مارينيت إلى المنزل وتفتح الأخبار ترى الشباب فرحون أن هناك عمدة شابة مسلوم وأيضا من يقول أن الأبطال خارقين دون أي فائدة ولن يستطيعوا إيقاف مونارك وهناك من يعترض تماما لأن كلوي العمدة ويرى أنها يجب أن تنظف غرفتها أولا وحينها يكون بلاك غاضب من إيدريان لأنه لم يخبر مارينيت بعد ويكون إيدريان عنده طريقة لكي يجعل أبوه لا يرسله إلى لندن وحينها تتصل مارينيت وكنس يخبرها وتخبره أن هناك أخبار جديدة ويفتح الشاشة ليراها وينصدم من تعليقات الناس ويطمئنها أن الأمر يستمر ويريد أن يقول لها أنه سيسافر لكنها تقاطعه وتقول أنها سوف تتصل على فرقة المقاومة وتغلق الخط ونرى جابريال وتموي جالسين مع كلوي وتسألها تموي هل أنت سعيدة مع روبطات الشرطة التي وفرناها للبلدية وتكون كلوي سعيدة بهم جدا ويقول لها جابريال لم يمر يوم حتى توليك منصب العمدة وكل شيء تحت السيطرة أدع سوقا القط الأسود وكذلك مونارك ونرى أنه تصوره بكاميرا الألانيس ثم نرى ليلة في مخبأها وهي ترى الفيديو التي صورته كلوي ثم نرى مونارك في عرينه وهو يتصل بالسيدة سوروغي ويخبرها أن كلوي ستدمر كل شيء وهذا ما سيجعل الدع سوقا القط الأسود يتدخلها وسيظنون أنهم يواجهون مراهقة ولن يستطيعوا استخدام القوى لكن نحن سنستخدمها ونأخذ الميراكلوس ثم يفتح رحلة ويذهب لكلوي وعندما تراه تصنع درع من الروبوتات الشرطة لكن السيدة سوروغي ترغي نظام الحماية لأنه من صنع شركتها ومن دون أن تدرك لوي يعرض عليها مونارك صفقة وتخبرها ليلة أن تقبلها ويخبرها أنه مع كل القوات وأنه سوف يحولها إلى شريرة وتأخذ بعض قوات الميراكلوس من طريق تحويله إلى الألانيس وهكذا تكون تمتلك كل القوات دون أن يدري أحد أنها تمتلك قوات يحولها قوات ميراكلوس الحماية والوهم والعزم والسم والتنقل والاختفاء وأيضا تستطيع التحكم في روبوتاتها وأعطائهم قوة الميراكلوس ثم يذهب إدريا إلى المدرسة وهو مستعد لإخبار مارينيت وحينها يجد أن مارينيت وأليا وميلان قاموا بثورة ضد كلوي ثم توصل كلوي ويكون اسمها كويم مايور وتتحدث مرة أخرى عن نفسها كبطلة وعن الدعسوق والقط الأسود كأشرار أمام الصحافة وتتفاجأ بالثورة التي حصلت في المدرسة ويقول لها أنهم يرفضون انتقال السيد داموكليز وميس بوستي من المدرسة وتبدأ بقلب الموضوع عليهم كما تخبرها ليلة من السماعة ويظهر أن كلوي لا تعرف ما معنى الدموقراطية أصلا ويصر الجميع أن تقام انتخابات تخبرها ميس بوستي أن ترجع لصوابها لكن تقلب الموضوع عليها أيضا وترى مارينيت تمسك يد إدريان وكانت تريد إخبارها أن إدريان مسافر لكن تمنعها ليلة ونرى أنها اعترضت جميع الطلاب من الفصل وتجعل السيدة مندليف تشرح لها درسا عن عائلة برجواء حقا ونرى أن الأكومة صنعت لها تمسالا من الزهب أيضا ويتعجب الدوسوق والقط الأسود من هذا لكن لا يشكون بأن مونارك وراء هذا وعندما يذهب إدريان لإخبار مارينيت عن سفره تكون مجغولة مارينيت بكلوي وتطلب منه أن يخبر والده بأن يجعل كلوي تتوقف عن ما تفعله وكان سيخبرها إدريان لكن تاتي كلوي بمروحيتها وتطرد أندري بيع المسلجات من المدينة وعندما تعود مارينيت إلى المنزل تجد كلوي في المخبز وتسألها عن والديها وتقول لها كلوي إنهم في السجن لأنهم أرادها أن تدفع سمن الفطائر تنصدم مارينيت وتبحث عن والديها وتقرر كلوي أن ترسلها لهم وتأمر الروبوت بأن يشلع ويأخذها إلى مكان السجن وعندما يرى أن يدريان على مارينيت لا ترد ويقرر الذهاب لها في المخبز لكن لا يجد أحد بالمدينة ولا بالمخبز وعندما يرى منتشور لكلوي يعرف أنها وراء هذا وعندما يذهب لها تستهزئ به وبعلاقاته وأنه يدفع عن مارينيت ضدها وتخبره أنها ستقول لمارينيت أنه كذب عليها ولا يريد إخبارها أنه سيسافر إلى لندن ولا يستطيع مواجهة والده وتريد أن تجعله نائب العمدة لكنه يتجهله ويسأله عن مارينيت وتقرر أيضا أن ترسلوا لها بنفس الطريقة التي فعلتها مع مارينيت ثم نرى أنها تحبس جميع المدينة في سجن إلكتروني مع روبوتاته وشاشات كبيرة تحمل صورتها ويبدو أنها تنوم الناس مغناطسية ينادي إدريان على مارينيت وتسمعه وتنادي عليه أيضا لكن لا يتقابل ويأتي لهم نفس الخطة بأن يتظهر بأنهم يحطمون هذه الشاشات وتبدأ الروبوتات في مواجمتهم لتقوم بكثر الشاشات ويتحول إدريان إلى القت الأسود ويدمر السجن وبعدها يهرب وراءه الجميع وأيضا تتحول مارينيت خلف الشاشة وتخرج من السجن الذي هو متاهة في ملعب الكرة في الاجتماع عمام متحف اللوفر تخبر كلوي الناس أنه لا يوجد انتخابات لأنه لا يوجد هناك من يجرؤ أن يترشع ضدها تتقابل الدعسوقة والقط الأسود وتستخدم الدعسوقة تعويزة الحظ لكنها تعطيها سروالا داخلي ويصل الدعسوقة والقط الأسود وحينها تخبرها ليلة بأن تقول كنت على حق الدعسوقة والقط الأسود لا يحترمون الديمقراطية وأيضا يستخدمون قوتهم أمام طفلة ضعيفة ويقول القط الأسود من يريد إقالة كلوي يرفع يده ويرفع الجميع يده وعندما تهجم الدعسوقة والقط الأسود عليها تحبس كل منهم داخل درع وتختفي تعويزة الحظ وعندما يستخدم القط الأسود القططية أيضا تختفي لأنها تدعم الدرع بقوة ميراكلس السور وحينها تظهر الروبوتات وتحاصر الجميع وتكون توموي على استعداد أن تتحكم بالروبوتات لأن الدعسوقة والقط الأسود سينتي تحولهم قريبا وهذا ما قاله لها جابريال وتعلن كلوي أنها مصابة بالأكومة وأيضا حينها يبدأ تحول الدعسوقة والقط الأسود أن يتلاشى ببطء ويلاحظون أنه ينزع ببطء ويمكنهم المقاومة وتقول الدعسوقة لجميع أهالي باريس بأنه سيكشف هويتهم قريبا ولن يكونوا أبطلا بعد الآن وسيحمون أنفسهم بأنفسهم ومنهم من فعلوها من قبل بالميراكلس وبدونها وتبدأ فرقة المقاومة بالعجوم على كلوي وأيضا وراها جميع سكان باريس ويصدم أحدهم بالسيدة سوروغي وتقع عقيبة التحكم بالروبوتات ويأخذها جابريال ويهرب ويهجم جميع الباريسيين على الروبوتات ويحبسهم داخل الدرع وفي هذا الوقت تقاوم الدعسوقة والقط الأسود وهم يرددون كلمة لن يلغى تحولنا مرة أخرى ويعود تحولهم ومعنى هذا أنهم بلغوا كما قالت بانيكس وينصدم جابريال من أنهم أعادوا التحول ويقول له نورو لابد أنهم بلغوا ويحاصر كلوي كل الصفوة وتأتي ميز بوستي وتقطع الوشاحة الذي فيه الأكومة ويعود كل شيء إلى طبيعته ثم يستخدم القط الأسود القططية عدة مرات لدادمير كل روبوتات الشرطة في باريس وتمسك الدعسوقة بالأكومة وعندما كانت ستصنع لكلوي تميمة حاصد يمنعه أندريا ويقرر إصلاح أخطاءه ويرسلها إلى لندن حينها تذهب ليلا لأخذ حقيبة التحكم بالروبوتات التي وقعت من توموي وبعدها تبدأ حفلة التخرج ويكون الجميع فرح من أنه تخلص من كلوي المدللة وتقرر ميز بوستي أن ترشح نفسها لعمودية باريس حينها في الطهرة الخاصة كانت أدريا توبخ ابنتها كلوي بعد العر التي سببته لسمعة عائلة برجواء وأيضا تخبرها أنها ليست زائبة للندن من أجل العطلة بل ستتحكم في حياتها ابتداء من دراستها وعندما يعود إدريا إلى المنزل يتفاجأ من والده ويخبره بأن يجهز حقائبه لأن طيارته إلى لندن بعد ساعة ويحاول إدريا أن يقنعه بأنها حفلة التخرج لكن يرفض جابريال بشدة وعندما كان إدريا خارج من المنزل تقول له نتالي لا يمكنك عصيان والدك ولكن لا يمكن لأي أحد إيقافك عن من تحب ويترجع إدريا أبو بأن يجعله يعيش حياته هنا في باريس مع أصدقائه ومارينيت ويخبره جابريال أن هذا ما أرادته والدته لكن يكذبه إدريا ويحاول فتح الباب لكن يكون مغلق ثم يتصل بمارينيت ويخبرها أنه حاول إخبارها وسوف يغادر باريس وأنه لا يستحق حبها تحذن مارينيت جدا وتبدأ في البكاء وهي تمسك تميمة الحظ الذي صنعها إدريا لها وحينها نرى تسوروغي تقول لأجريست أن الألانيوس انتشر في جميع العالم والآن الكون تحت رحمتهم يخبره أنه سيبدأ عملية الألانيوس بعد أن يكون إدريا وكاجامي في أمان بلندن حينها تأتي مارينيت بالدراجة الهوائية ويتركه حارسه ليعود لها وفي مشهد حزين جدا يلتخي الاثنان على السلم الطيارة ويقبل بعضهما ولكن أمن المطار وحارس إدريا الشخصي يفرقهم عن بعضهما ويذهب إدريا ويترك مارينيت بمفردها عندما تصل مارينيت إلى الحفلة تتلقى مكالمة من كلوي وتقول لها هل تتذكرين السر الذي أردت إخبارك به في الصباح هو أن إدريا سيسافر إلى لندن وتقول لها مارينيت سمطي أنا أعرف لأن إدريا قال لي تعرف أنه يحبها ولقد فقدت كل قوتك علنيا أنت الآن استخيفة يا كلوي في منتهى السخافة وتغلق الخط حينها تبكي كلوي ونرى ليلة وهي تحاول فتح حقيبة التحكم بالروبوتات وتنتهي الحلقة حلقة رائعة وهي من أروع الحلقات التي شاهدتها في ميراكلوس كلها مشاهد ملحمية ورائعة ولكن أفضل مشهد بالنسبة لي عندما قبل إدريا مارينيت وتصارح معها أخيرا أنا أعطي للحلقة سمانية من عشرة وأنت كم ستعطيها أخبرني في التعليقات وإن أعجبك فيديو اليوم لا تنسى وضع لايك لتدعمني وأن تشترك في القناة وتفعل زر الجرس حتى يصلك كل جديد كان معكم أحمد فؤاد وإلى اللقاء